طلبت أطياف في المعارضة السورية بتوضيحات لاتفاق إدلب الذي أبرمه رئيس روسي بلاديمير بوتن مع الرئيس التركي رجل طيب أردوغان ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة بعمق ذا يتراوح بين 15 و20 كيلو مترا على أن ينسحب منها المسلحون بحلول منتصف الشهر المقبل وفي هذه الأثناء تستمر عودة نازحين إلى منازلهم في إدلب ومحيطها إذ عاد الآلاف منهم خلال فترة لم تتجاوز 48 ساعة على إعلان الاتفاق الروسي تركي وقال يان إيغلاند مستشار الشهون الإنسانية للمبعوث الخاص إلى سوريا إن تركيا وروسيا أبلغتا الأمم المتحدة أن العمل على وضع تفاصيل اتفاق إدلب ما يزال جاريا الحياة اليومية بدأت تعود إلى طبيعتها هنا في مركز مدينة إدلب إلا أن حجم الإخبال هنا في هذه الأسواق لا يزال ضعيفا بالنظر إلى ما كانت عليه قبل الحديث عن معركة إدلب أو حدوث أي هجوم عسكري على المدينة وريفها أصحاب المحال التجارية هنا في مركز مدينة إدلب يشتكون من ضعف الحركة التجارية إلا أنهم يعبرون عن أملهم وتفاؤلهم بنجاح اتفاق سوتي ووقف أي هجوم عسكري على المدينة وريفها كوضع السوق يعني عبيد حسن بس نحنا منتأمل للأفضل عرفت شلون بالنسبة للوضع يعني شلون بدي أقلك يعني شيء أفضل بكثير من الأيام الماضي عرفت شلون بس لسه عم نتأمل على أحسن بإذن الله يعني الأمور كل ما لها على خير والله في تخوف والأسواق كانت يعني فيه برودة بالأسواق لحد يعني المعركة كانت إغضي صدى في إدلب والحمد لله زالت بعد الاتفاق المعارضة سيطرت على مدينة إدلب قبل نحو ثلاثة أعوام تقريبا من الآن وتعتبر هذه المدينة مركزا لاستقبال النازحين القادمين من جميع المدن السورية حيث يعيش فيها قرابة مليون شخص تقريبا أحمد غنام التلزيون العربي من مدينة إدلب السورية ويبقى معنا من سرمدة بريف إدلب موفدنا إلى هناك أحمد غنام أحمد كيف يبدو الوضع بإدلب وبريفها بشكل عام بعد أن كفيت المدينة شر القتال خصوصا فيما يتعلق بالمدنيين الذين خرجوا هربا من القتال في الواقع سرمد يوجد في هذه المنطقة في ريف إدلب الشمالي الكثير من المخيمات زرنا بعض هذه المخيمات اليوم وتحدثنا إلى البعض وخاصة من أهالي منطقات ريف إدلب الغربي وكذلك ريف إدلب الشرقي وكذلك ريف حماء الجنوبي حدثونا بعدم رغبتهم بالعودة الآن إلى مناطقهم ومدنهم وبلداتهم سيما لأن الغموض لا يزال يكنف هذا الاتفاق بين روسيا وتركيا حول وقف العملية العسكرية على أدلب وأيضا يوجد هناك تحفظات لدى بعض فصائل المعارضة حول نقاط وبنود هذا الاتفاق فربما الأيام القادمة حسب معبر عنه بعض النازحين ربما يفشل هذا الاتفاق وإذا ما فشل هذا الاتفاق فإن آلة القصف ستعود بالتالي لن يذهبوا الآن حتى تتبين وتتضح معالم هذا الاتفاق بشكل أكبر معظم هنا الوضع الإنساني متردي بعموم هذه المدن والبلدات في ريف إدلب الشمالي خاصة أن الكثافة السكانية وحجم تواجد السكان الموجود في هذه المنطقة سبب أعباء كبيرة على البناء التحتية سيما القطاع الطبي والتعليم تحديدا حيث يعاني قطاع التعليم هنا من نقص كبير في الكوادر التدريس وكذلك من نقص كبير من الكتب المدرسية أما القطاع الطبي يعاني بشكل كبير بنقص من المواد الطبية وكذلك كوادر العاملة في هذا المجال سيما أن هذه المنطقة وعموم ريف إدلب تحديدا يعاني من نقص كبير في العمل الإغاثي والإنساني سيما في هذا العام تحدثنا إلى بعض المسؤولين في العمل الإغاثي حدثونا عن توقف العمل الإغاثي والدعم القادم من الخارج وخاصة من قبل المنظمات الدولية والأممية طيب أحمد بالنسبة للذين يعودون إلى إدلب هل ما تزال العودة مستمرة إلى حد هذه اللحظة؟ معذرة سرمد لم يصل الصوت هل لا تزال عملية عودة المدنيين الذين خرجوا من إدلب مستمرة إلى الآن؟ عملية الخروج من المدينة وكذلك من ريفها وخاصة القريبة من خطأ التماس مع النظام لا يوجد هناك نزوح حتى هذه اللحظة إنما توقفت عملية النزوح ولا يوجد عودة أيضا للنازحين بشكل كامل هناك بعض التدفق البسيط من هنا باتجاه المدن والبلدات لكن عودة هذه النازحين أو الأعداد تكاد لا تذكر سيما أن هناك تخوف كبير خاصة في مدينة إدلب اليوم حينما تجولنا في الأسواق التجارية في مدينة إدلب يوجد توقف للحركة التجارية لكن هناك الإقبال وحذر شديد لدى الناس والسكان من القصف تضحت الصورة شكرا جزيلا لك من سرما دابري في إدلب أحمد غنى موفد هنا إلى هناك شكرا لك ومعنا من إسطنبول أحمد طعمي رئيس وفد المعارضة سوريا إلى مفاوضات أستانا سيد طعمي ما الذي تريد توضيحه المعارضة بهذا الاتفاق؟ علما أن هناك بعض البنود التي تناقلتها بعض المصادر الصحف نشرت بعضها تحديدا ماذا تريدون توضيحه؟ بالنسبة لنا نحن في وفد المعارضة السورية الأسكري في أستانا لا نريد أي توضيحات والاتفاق واضح تماما بالنسبة إلينا وأنا أستغرب ممن يقول أن أطياف من المعارضة تريد تفصيلات عن هذا الاتفاق هل أنتم راضون عن الاتفاق بشكله؟ هو جزء نعم نحن في مسار أستانا راضون عن هذا الاتفاق وهو تتويج لجهود كبيرة سابقة جرت ضمن هذا المسار وما هذا التتويج الذي حصل في النهاية ما بين الجمهورية التركية وجمهورية روسيا الاتحادية إلا تتويج لجهود طويلة سابقة بدأت منذ اللحظة التي تم التفاهم فيها على مسار أستانا في شهر ديسمبر 2016 ثم الرسالة التركية الروسية المشتركة إلى مجلس الأمن والتي على أساسها تم الوصول إلى قراءة مجلس الأمن 2336 ثم اتفاق تخفيض التصعيد في الرابع من شهر مايو أيار 2017 وأنتم إذا لاحظتم نص الاتفاق الحالي أول بند فيه يتحدث عن أن هذا الكفاق هو استمرار لمناطق تخفيض التصعيد وأيضا تعطي النقاط المراقبة تركية سمم ولكن أيضا يتحدث عن وضع إطار زمني لإقامة هذه المنطقة منزوعة السلاح ولكن أيضا كما تعلم سيد طامي هناك جماعات ترفض أن تسلم سلاحها هل هذا يعني أنه سيكون هناك هجوم محدودا وبالتالي هذه الفترة الزمنية ليس بالضرورة أن تنجح في نزع السلاح إنما هي فقط لتحديد جولات المعارك مع هذه الجماعات وهنا أسألك هل أنتم مطلعون على كيفية الدور التركي في هذه المعركة المقبلة كما يبدو نعم أختنا الكريمان نحن متأكدون أن هذا الاتفاق اتفاق دائم وسيسير قدما بشكل واضح والمدة الزمنية التي طرحت نحن نأمل أن يتم من خلالها حسم كل الأمور بطريقة سلمية مرضية تجنب جميع الأطراف كيف؟ إمكانية الدخول في قتال وحرب جديدة كيف؟ إن كان هناك جماعات لا تريد أن تسلم سلاحها حسنا حسنا أنت تعلمين أختنا الكريمة أنه طيلة الشهر الماضي ومع زيادة التحشيد زادت كمية القوات التركية في المنطقة وقد تحولت نقاط المراقبة إلى قواعد عسكرية ثم انتدت شمالا وشرقا وغربا وأصبحت تقترب جدا من بعضها ومن ناحية العملية المنطقة العازلة تستطيع أن تقولي أن أكثر من نصفها قد تحقق فعلا بقيت فيما يتعلق ببعض الجماعات المتشددة التي هي من حيث المبدأ ترفض مثل هكذا اتفاقات ولكن علينا أن لا ننسى بنفس الوقت أنها في الفترة الأخيرة أبدت شيئا من المرونة وأنتم تعلمون أن هيئة تحرير الشام قد وافقت على دخول القوات التركية إلى نقاط المراقبة الاثنين عشر وهذه نقطة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار نحن أملنا وتوقعاتنا تسير باتجاه أنه يمكن إيجاد حل ما في هذه المسألة خلال الفترة الزمنية المقبلة القادمة ولكن سيد طامي أمام هذه الإيجابية التي تعبر عنها وهو أيضا الجانب التركي يتشارك معك هذه الإيجابية هناك من يشكك بأن ينجح هذا الاتفاق ويعتبرون ولو أن تركيا لديها القدرة على تنفيذه قدرة الروسية على ضبط النظام السوري ربما تكون ليست مئة في المئة ولكن السؤال الأهم تركيا ترى فيه أيضا نهوضا للعملية السياسية والاستئناف هذه المرحلة هل يحمل الاتفاق أكثر مما يحتمل؟ نحن نعتقد أن هذا الاتفاق هو خطوة من أجل وقف إطلاق النار الشامل في المنطقة ووصولا إلى الحل السياسي وأنتم تعلمون أن الحل السياسي الآن أصبح واضحا الذهاب باتجاه اللجنة الدستورية من أجل دستور جديد ثم الذهاب باتجاه بيئة آمنة ومحايدة تتلوها انتخابات ما أريد أن أقوله أن هذا الاتفاق الذي جرى في سوتي كان واضحا أنه سيؤدي إلى هذا الاتجاه ونحن متفائلون بأن تحقيقه سيؤدي نتاج إيجابية لذلك نحن نستغل هذا المنبر وندعو كل الناس إلى أن تعود إلى ديارها وأن تطمئن وأنتم تعلمون أننا منذ أكثر من شهر ونحن نبشر الناس ونقول لهم يا أخوة الكرام إن إدلب ستكون في خير ولا داعي للقلق وأن أحدا ما في هذا العالم لا يريد أن يقبل أن يطمئن الناس ما لم يستشعروا ذلك وأن المصالح الكبرى ولكن تحدث عن أن هذا الاتفاق فعلا تراه مؤسسا لمرحلة سياسية مقبلة شرحت بعض مراحلها هل برأيك يمكن أن تكون إدلب فعلا هي نهاية الحرب وبداية لسوريا فدرالية هناك من يرى أن الفدرالة تبدأ من إدلب الآن نحن لا نطرح موضوع الفدرالية أبدا نحن نطرح أننا باتجاه حل سياسي يتم التفاهم أولا على الدستور ثم بعد ذلك ننطلق باتجاه مراحل الحل السياسي لكن أؤكد لك أن إدلب قد دخلت مرحلة جديدة من الأمن والأمان ويمكن حالة كل القضايا العالقة الواقعة في هذه المنطقة ونحن نعتقد أنها بالتشارك مع منطقة غصة الزيتون ومع درع الفرات يمكن أن تشكل إضافة تساعل في تحقيق السلام في سوريا وتقنع النظام السوري بأنه من الخير له أن يعود وأن يجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية إذ أنه واضح تماما الآن أن أي احتمال بأن سقف الحل القادم في سوريا لا يكون تحت سقف النظام بل هو تحت سقف الشعب السوري المصر على حرية وكرامته أنت تعلمين أن 47% من الأرض الآن السورية هي خارج نطاق النظام وكذلك 65% من اقتصاد سوريا هو خارج نطاق النظام وعليه أن يعي هذه المسألة وأن يتعظ بالتجارب السابقة وأن يتجه باتجاه السلام ما أريد أن يقوله أن إدلب تقديراتنا ستكون نموذجا لمزيد من التفاهمات وأنا أعتقد أن التفاهمات التركية الروسية نجحت في وضع حجر الأساس لمثل هكذا خطوات والتي نأمل أنها ستتقدم أكثر فأكثر باتجاه حل سياسي عادل لجميع أبناء سوريا ينقلنا من نظام الاستبداد إلى نظام الدولة المدنية الديمقراطية التي ينزاح عن كاهل هذا الشعب الكريم بهذا النظام المجرم والذي رأسه بشار الأسد ومن قبله أبو حافظ الأسد لسنين طويلة ولكن هناك أيضا من يرى أن هذه الاتفاقات تعيد فعليا النظام إلى هذه المناطق رويدا رويدا فقرتنا وصلت إلى خثامها سيد أحمد طعمي أشكرك رئيس وفد المعارضة السورية كيف ستتعيد النظام إلى هذه المناطق؟ هذا ما يشيعه النظام ولكن يعني بعض الاتفاقات السادقة تظهر ذلك نعم شكرا لك سيد أحمد طعمي رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستان نتابع بعد الفاصل اليمن حرب الحديدة عصية على الحسم اشتركوا في القناة شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة